اشتركوا في القناة فيبقى طول اليوم بيصلي بنفس السورتين اللي هي سورة الفتحة والسورة تانية نعم هذا جائز وورد في الصحيح ان الصحابة شكل للرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامام الذي يصلي بهم دائما يصلي بهم بسورة الاخلاص فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يسألوه وليه بيصر على انه يصلي بسورة الاخلاص اللي هي يقوله والله واحد فقال صفة الرحمن يعني هو بيصلي وبيقول انه هو بيستمر في قراءة سورة الاخلاص في كل ركعة ثانية من ركعات الصلاة ليه بيصلي مع سورة الفتحة بسورة الاخلاص دائما باعتبارها السورة التي تقرأ مع سورة الفتحة قال لانها صفة الرحمن فحضرت النبي قال لهم قلوله اخبروه بان الله يحبه لانه احب صفة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى يبقى اذا هل يجوز صلاة بسورتين بس هم هم طول اليوم اه يجوز ان الواحد يصلي صلاة بسورتين طول اليوم وصلاة تكون صحيحة بس لازم تكون السورة الاولى هي سورة الفتحة يبقى يقرأ مع سورة الفتحة سورة واستمر عليها طول اليوم اه يجوز وصلاة تكون صحيحة وليس فيها اي معنى من معاني البطلان بالعكس ده ممكن يكون لو هو زي الصحابي اللي كان ده ده يكون باب من ابوان محبة الله سبحانه وتعالى السؤال التاني بيقول السلام عليكم ممكن حضرتك توضح لنا كيفية حساب الزكاة زكاة الزهب في الوقت الحالي حيث ان الاسعار متغيرة على مدار اليوم الواحد احنا اصلا عندنا شوية قواعد بتتعلق بزكاة الاسمان لان زكاة زكاة الزهب تتعلق بزكاة الاسمان ايه هي الضوابط وايه هي المعايير اللي تتعلق بزكاة الاسمان اول حاجة اني لازم نصاب لازم يصل الزكاة المال المزكة عنه يصل الى النصاب والنصاب عندنا 85 جرام دهب طيب والحاجة التانية اني لما يصل الى النصاب لما يصل الى 85 جرام دهب ايه اللي يحصل يحول عليه حول حول يعني ايه هذا تعبير عن السنة ولكن السنة هنا وهي السنة القمرية هي السنة الايه القمرية التي هي فيها الشعور التي تلقب بالشعور العربية يبقى عندنا شرطين الشرط الاولاني ان هي تبلغ النصاب الشرط التاني ان يحول عليها الحول يعني ايه يحول عليها الحول يحول عليها الحول وهي واصلة الى النصاب تزيد A تقل يبقى لا الفلوس دي ما بلغتش النصاب لازم لما تبلغ النصاب تفضل بالغة للنصاب على مدار السنة طيب ايه اللي حاصل يبقى اذا حصل ده اذا مرت سنة قمرية يبقى وجب اخراج الزكاة على هذا المال طيب ونخرج قد ايه هنخرج اتنين ونصف في المية على هذا المال طيب امتى لما يبلغ النصاب ويحول عليها الحول يعني في اخر يوم من السنة القمرية اللي هي ممكن تبتدي باي وقت في السنة القمرية مش لازم تبدأ في رمضان مش لازم تبدأ في شعبان لكن اليوم اللي بلغ فيه النصاب ده بيتحسب اول يوم وبعد كده نعد سنة قمرية وساعتها هيبقى بلغت النصاب بلغة النصاب ويحال عليها الحول وساعتها نطلع اثنين ونصف في المية من قيمة هذا المال يبقى خلاص دولة طابطين الاساسيين ودولة اللي هنقدر نخرج الزكاة عليهم السؤال اللي بعد كده بيقول زوجي صاحب محل أدوات كهربائية بيكون فيه من عشر صباحا هو طبعا كاتب مكتوب في السؤال ايه زوجي صاحب لكن يا زوجي صاحب محل أدوات كهربائية بيكون فيه من عشر صباحا الى 12 بالليل لا يصلي إلا يوم الجمعة لا حاول ولا قوة إلا بالله وينزل أثناء الخطبة مش عارفة أتكلم معاه أبدا لا بشدة ولا بلين وهو طيب وبيخاف جدا من الحرام خايفة يموت وهو كده بعد الشهر ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الخير والله يا شيخ واجع قلبي ومؤثر على الأولاد قول لي أعمل ايه معاه مسألة سهلة ايه المسألة السهلة انت بتقولي حاجة مهمة جدا 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 بتقولي ايه بتقولي ان الرجل بيخاف من الحرام بيخاف ان هو الحرام ده يأثر على حياته يأثر على بركة فرز ويأثر على كذا ده كمان المعصية بتعمل نفس الحكاية ده كمان أصلا عدم الصلاة ده وكأنه بيهد العمود اللي بينه وبين ربنا لان الصلاة عمود الدين فلذلك لازم نقوله كده انت صحيح بتحب ربنا وبتخاف من الحرام لانه بيبعدك عن الله سبحانه وتعالى مش بتخاف من الحرام لان الحرام ده شيء اه مش ايجابي ولا شيء لانه هو شيء يزعيك انت بتخاف من الحرام ده لان الحرام ده بيقطع الصلاة اللي بينك وبين الله طب هتعمل ايه اذا كان الله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيين لك ان الصلاة صلة بين العبد ورب فكأنك بتقطع اللي بينك وبين الله بتقطع المعنى اللي يخليك عايش في مدد الله عايش في لطف الله عايش في كرم الله فانت لو قطعت اللي بينك وبين ربنا ازاي تنتظر البركة بالعكس ده من اهم اسباب محق البركة في الارزاق هو ترك الصلاة فالذلك لازم ما هو يعرف انه هو اذا كان قاصد وجه الله سبحانه وتعالى ويقصد ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بالرزق الحلال وان الله سبحانه وتعالى يكرمه ويفتح عليه وان الله سبحانه وتعالى يقبله وان الله سبحانه وتعالى يعطيه عطاء ليس بعده منع بلازم يقبل على الصلاة وهو هو بيصلي الجمعة فنبتدي معاه ونقول له ايه انت بتقول لي انا مش عارف فتعملي معاه ما يلي تقول له صلي على كل حال صلي في المحل صلي على باب المحل صلي في البيت صلي في الغيط صلي على اي حال ونفسك ما تقولكش ان اللي بيصلي ده لازم يبقى راجل تقي وورع وانه هو لو ما قلبه مش نقي وقلبه مش موصول وان الصلاة دي لو ما خلتهوش يحس بانه هو في رمضان وفي التجليات وفي النفحات ما يصليش لأ صلي صلي لو قلبك قولوا له صلي حتى لو قلبك مش حاضر صلي حتى لو انك انت حاسس بان صلاتك دي مش مأثرة فيك وفي اخلاقك صلي لانه هو السؤال السؤال مهم جدا جدا هو احنا اللي بنصنع هدايتنا لا انك لا تهدي من احببتك ولكن الله يهدي من يشاء فلازم نعرف ان احنا بنروح نصلي وكاننا بنقول لله سبحانه وتعالى نحن نحبك فنسألك ان تديم محبتك تديم تجلي محبتك علينا اللي هو اسمه الهداية وهو الهداية معناه ان الله سبحانه وتعالى اخذك اليه ودلك عليه لانه يحبك هو ده معنى الهداية معنى الهداية ان الله سبحانه وتعالى اختارك واستفاك ان انت تذهب اليه فانت تقول له لو انت بتحب ربنا وبتخاف من انك انت تفقد البركة وتفقد الوصل بينه صلي صلي لان الصلاة ديه مفتاح باب الجنة صلي لان الصلاة ديه هي التي تدخلك على الله سبحانه وتعالى برضاه فلازم تعمل كده فاذا عملت كده ان شاء الله سبحانه وتعالى يبارك كلميه كتير على انه ممكن الصلاة دي يبقى كل الصلاة لها معنى وكل صلاة لها اقبال على الله وكل الصلاة تكون مفتاح من مفاتيح الحياة صلاة للفرج وصلاة للإقبال وصلاة للمحبة وصلاة للمغفرة وصلاة لتخفيف الهموم لو عمل كده اظن قلبه ينشرح وهيبقى هو محتاج للصلاة وان شاء الله ربنا يبارك له انا قلتلك ممكن تقول له ايه ويا ريت خليه يشوف اللي احنا قلناه ده عشان هو دوت معنى ان الصلاة صلة بين العبد وربي هو محتاج هذه الصلة وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويفتح عليه يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على حاجة لابد ان احنا نتعامل معها برشد ونتعامل معها بحكمة حاجة لو سبناها في مجتمعنا من غير ترشيد ومن غير تعامل معها المجتمع دوت ممكن يهتز ويضطرب خلي بالكم ان في ناس كتيرة ما يهماش اي حاجة غير مصلحتها وما يهماش القيم اللي موجودة في المجتمع لكن احنا لازم نكون مهتمين بدا لازم نكون مسكين على اقلنا ومهتمين كمان بوجداننا ومهتمين بقيمنا لازم نفرز كل اللي بتعرض على عقلنا وقلوبنا لان قلوبنا وعقلنا دي مسئولية السم والبصر والفؤاد كلها مسئوليات لازم نحترمهم عشان اذا احترمنا عقلنا واذا احترمنا قلوبنا يبقى احنا بنفتح باب الاحترام وباب الكرامة اللي ربنا سبحانه تعالى من علينا بيها الكرامة دي امان عندنا ومن حسن الكرامة ان احنا لا نسمح لأي حد يعبس لا بعقلنا ولا بقلوبنا يا رب الهمنا الحكمة وعلمنا السبات وخلينا دايما يا رب بمددك نستطيع ان احنا نصل للصواب وللخير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اكرمنا بالحكمة على الدوام في كل وقت وحين يا رب العالمين اشتركوا في القناة